مرحبا بكم أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط نحييكم من فضاية العراق التربوية وأقدم لكم درسا جديدا في الفيزياء درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة هو تكملة لحل مسائل الفصل الأول تناولنا بالدروس السابقة حل الأسئلة الخاصة بالفصل وإن شاء الله في درس هذا اليوم سوف نحل مسائل الفصل الأول اللي هي مسائل الرياضية عندنا السؤال الأول صفحة ثلاثين في مسائل الكتاب السؤال الأول صفحة ثلاثين في مسائل الكتاب اللي يقول شحنتان كهربائيتان نقطيتان متماثلتان قوة التنافر بينهما تساوي 9 في 10 والسالب 7 نيوتن عندما كان البعد بينهما 10 سنتيمتر أحسب مقدار شحنة كل منهما هذا هو السؤال عزيز الطالب عندنا شحنتان كهربائيتان وقطيتان متماثلتان متماثلتان معناها الشحنة الأولى مساوية إلى قيمة الشحنة الثانية قوة التنافر بينهما F طبعا أكيد راح تكون عندي قوة التنافر لأنه الشحنات متماثلة أي متشابهة قوة التنافر هنا عندي 9 في 10 والسالب 7 نيوتن عندما كان البعد R البعد بينهما هو 10 سنتيمتر أحسب مقدار شحنة كل منهما معناها هاي الشحنات اثنيناتهم مجهولة يريد إيجاد قيمة هذه الشحنات فما عدنا غير قانون كولوم اللي نقدر نطبق به حل هذا السؤال هذه هي الشحنة الأولى وهذه هي الشحنة الثانية شحنتان متماثلتان هاي Q1 وهذه Q2 هذا هو البعد بينهما R طبعا هاي هنا شحنات Q1 وQ2 نقدر نقول عليهم Q لأنه متماثلة يعني احتمال تكون هاي الشحنات الثانيينات موجبة أو ثانيين هاي يكونن سالبة هذا R هو البعد بين الشحنات المطلوب هو إيجاد عفوا المطلوب إيجاد الشحنات قوة التنافر اللي بيناتهم طبعا هاي الشحنة راح يكون اتجاهها منها وهاي القوة الشحنة عفوا راح يكون اتجاهها بالاتجاه الثاني هذه هي قوة التنافر اللي بيناتهم F تساوي تسعة في عشرة والسالب سبعة نيوتن والR هي عشرة سنتيمتر هذه المعلومات اللي موجودة بالسؤال وهذا هو رسم السؤال لاحظ أنه الشحنات ما خلينا لها إشارة موجبة أو سالبة لأن ما محدد قال شحنات متماثلة يعني ممكن يكونن اثنين هن موجبات ممكن يكونن اثنين هن سوالب فلذلك طريقة الحل راح تكون بالشكل التالي هنا الحل اكيد راح نستخدم قانون كولوم F تساوي K في Q1 في Q2 على R تربيع هذا هو القانون الرئيسي F عندي قيمتها تسعة في عشرة والسالب سبعة يساوي K هي ما موجودة بالسؤال بس احنا عرفنا قيمتها من خلال الدروس اللي شرحناها سابقا قيمة K هي تسعة في عشرة والس تسعة طبعا هاي قيمة K ثابت كولون في الفراغ في هنا راح أقول Q تربيع لأنه الشحنات اثنيناتهم متشابهة Q1 في Q2 هي راح تكون عندي Q تربيع على R تربيع R هنا عزيز الطالب إذا تجي تلاحظ راح نلقاها عشرة سانتيمتر والسانتيمتر ما يفيدنا لذلك يجب أن تحول نحول R من السانتيمتر إلى المتر بتقسيمها على مية لأن المتر هو مية سانتيمتر لذلك نقسم السانتيمتر على المتر نقسم قيمتها على مية صفر يروح ويا الصفر تبقى واحد على عشرة من نقسمها راح تطلع عدي بوينت واحد متر هذه هي قيمة R إذن صفر بوينت واحد تربيع هسا عوضناها هنا راح نكمل الحل تسعة في عشرة والسالب سبعة تساوي تسعة في عشرة والس تسعة في Q تربيع على واحد في عشرة والسالب اثنين هذه هي واحد بالعشرة تربيع شلون صارت بهذه الصيغة هذه هنا هاي هنا للتوضيح راح أسويك هنا للتوضيح طبعا هي غير مطلوة منك بالإجابة على السؤال عزيز الطالب هذه الواحد بالعشرة تربيع هي كانت جاية من واحد على عشرة التربيع بعدها موجود نبدأ الربع الواحد تربيع هو واحد العشرة نربعها عشرة في عشرة تطلع لمية زين ويساوي هذا الواحد بعدها موجود بمكانه والمية راح نحولها إلى الأسس لأنه موضوعنا هو موضوع الأسس حتى نقدر نتعامل ويا الأسس بصورة صحيحة وغير معقدة مثل ما موجود عدي بالكتاب فهذه المية هي عشرة أسس اثنين لأنه موجود بيها صفرين أمام الواحد مو خلف الواحد والخطوة الأخيرة اللي راح نسويها هذا الواحد يبقى وهذا الكسر يقلب إلى ضرب والأسس اللي موجود هنا نرفعه لكن نقلب إشارته أي أسس موجود بالمقام لما نرفع للباست إذا كان موجب نحوله إلى سالب وإذا كان سالب نحوله إلى موجب لذلك هذه هي الواحد بالعشرة تربيع هذه صارت صيغتها النهائية واحد في عشرة والسالب اثنين وعرفنا شون صارت هسه حسب هذا الحال شو راح نسوي راح نضرب الطرفين في الوسطين لأن عندنا مجهول في هذا الطرف راح يكون عندي تسعة في عشرة والس تسعة في كيو تربيع يساوي تسعة في عشرة والسالب سبعة في واحد في عشرة والسالب اثنين صارت عد المعادلة في هذا الشكل هسه كيو تربيع تساوي تسعة في واحد هي تسعة في عشرة عشرة والسالب سبعة في عشرة والسالب اثنين هنا عد الأسس متشابهة بالإشارة ولما تكون الأسس متشابهة بالإشارة أخذ الإشارة نفسها وأجمع الأسس سبعة زائد اثنين تسعة نحن هاي القاعدة نعرفها بالرياضيات عند الضرب تجمع الأسس والأسس اللي موجودة عد هنا إشارات متشابهة أخذ الإشارة نفسها والأسس أجمعها انتهانا من الجزء الأول بقاعد الجزء الثاني الرقم اللي موجود هنا ويا المجهول هو اللي راح يكون بالمقام تسعة في عشرة هو تسعة هذا اللي راح يطلع لناتج الكيو تربيع طبعا التسعة راح تختصر ويا التسعة إذن كيو تربيع تساوي واحد في عشرة والسالب تسعة هنا بهذه الخطوة بالمقام بقى عندي عشرة والس تسعة فقط فأرفع إلى البست أقلب الكسر إلى ضرب وأرفع هذا الأس من المقام إلى البست وأقلب إشارته هو موجب يصير سالب وبالتالي راح يكون الناتج واحد في عشرة السالب اثمنطعش اللي هي نتيجة جمع هذه الأسس وأخذ نفس الإشارة فصارت واحد في عشرة السالب اثمنطعش هسا بتجذر بتجذر راح تطلع عدي قيمة كيو هي واحد في عشرة السالب تسعة كولوم طبعا هاي الكيو أقدر أقول عليها كيو واحد وكيو ثنيا هي مشابهة إلها إذن قيمتها نفس القيمة واحد في عشرة والسالب تسعة كولوم هذه هي قيمة الشحنات المتماثلة اللي موجودة عدي في هذا السؤال هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني هذا السؤال الثاني أيضا صفحة ثلاثين شحنتان كهربائيتان نقطيتان موجبتان متماثلتان مقدار كل منهما ثلاثة في عشرة السالب تسعة كولوم والبعد بينهما خمسة سنتيمتر أحسب مقدار قوة التنافر بينهما هذا هو السؤال شحنتان كهربائيتان نقطيتان موجبتان إذن عندي الشحنة الأولى مساوية إلى الشحنة الثانية لأنه متماثلتان واثنينتهم موجب مقدار كل منهم ثلاثة في عشرة السالب تسعة كولوم هذا مقدار الشحنة الأولى وهو نفسه مقدار الشحنة الثانية والبعد بينهما خمسة سنتيمتر إذن البعد هو R المسافة بين هذه الشحنات هي خمسة سنتيمتر أحسب مقدار قوة التنافر بينهما فإحنا حولنا هذا الكلام اللي موجود في هذا السؤال إلى رموز رياضية حتى نعرف شلون رح نقدر نحل هذه المسائل طبعا أكيد باستخدام قانون كولوم اللي راح يصير هنا هذا راح أسوي لك الحل هنا في هذه الجهة الحل حل هذا السؤال أيضا باستخدام قانون كولوم F يساوي K Q1 في Q2 على R تربيع خليني أرسمها قبل ما أبدأ بالحل عزيز الطالب شحنتان كهربايتان نقطيتان موجبتان إذن هاي الشحنة الأولى وهذه هي الشحنة الثانية Q1 وهذه Q2 شحنات موجبة البعد بينهما هذا البعد بين الشحنات R هو 5 سنتيمتر يريد إيجاد مقدار قوة التنافر بينهما طبعا بما أن الشحنات موجبة فأكيد راح يصير بيناتهم تنافر فقوة التنافر بينهما هي قوة مجهولة المطلوب إيجادها Q1 طبعا قيمتها 3 في 10 السالب 9 كولوم وQ2 أيضا قيمتها 3 في 10 السالب 9 كولوم طبعا الشحنات مثل ما ذكرت أنه هي شحنات موجبة ومتماثلة هذا بالنسبة للرسم اللي عندنا المطلوب إيجاد قوة التنافر بين الشحنات إذن F تساوي الك احنا ذكرنا لازم نكون نعرف قيمتها اللي هي 9 في 10 سالب 9 في Q1 قيمتها من خلال طبعا الرسم اللي أخذناه قبل قليل هو 3 في 10 والسالب 9 طبعا من خلال الرسم وأيضا من خلال معلومات السؤال في الشحنة الثانية أيضا قيمتها 3 في 10 والسالب 9 هذا كله مقسوم على البعد بين الشحنات تربيع البعد هنا عندي بين هذه الشحنتين هو 5 سنتيمتر وإحنا عرفنا السنتيمتر ما يفيدنا بالحل لذلك يجب أن يحول إلى متر فراح يكون بالشكل التالي راح نقسم هاي الخمسة على 100 مثل ما ذكرنا لأن المتر هو 100 سنتيمتر لذلك راح تطلع عدد 0.05 5 متر 5 بالمية متر هي البعد بين هاتين الشحنتين نكتبها هنا فهسا بقى تعدي بس عملية رياضية القوة تساوي 3 في 3 9 في هاي التسعة 81 في 10 والسالب 9 مقسوم على 25 في 10 والسالب 4 اللي صار هنا شنو عزيز الطالب 10 والس 9 و 10 والس 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 صحيح الإشارات هنا مختلفة وإحنا عرفنا إنه إذا كانت الإشارات مختلفة نأخذ إشارة الأكبر ونطرح هنا ما عندي أكبر هاي تسعة وهاي تسعة بس إشاراتهم مختلفة فإذا ردت أطرحهم راح أقول تسعة ناقص تسعة تساوي صفر إذن راح يكون الناتج عشرة أو صفر وأي رقم الأس مال تسفر فقيمة تساوي واحد ونقدر نهمل هذا الواحد لأنه إذا ضربنا في أي عدد راح يطلع الناتج هو العدد نفسه فاللي راح يبقى من هذه الأسس هو العشرة السالب تسعة بس مثل ما في هذا الشكل وبالنسبة إلى خمسة بالمية تربيع إشلون صارت خمسة وعشرين في عشرة والسالب أربعة بنفس الطريقة اللي حلين بيها السؤال السابق أبين لك إياها عزيز الطالب هاي خمسة بالمية تربيع نحن قلنا هي جاية من خمسة على مية طبعا التربيع بعدها موجود هسنا الربع الخمسة منه الربعها خمسة وعشرين والمية من الربعها هي عشرة آلاف وتساوي خمسة وعشرين على عشرة أس أربعة حولنا هاي العشرة ألاف إلى أسس عشرة أس أربعة وتساوي خمسة وعشرين والكسر يقلب إلى ضرب والعشرة أس أربعة تصعد إلى البسط لكن تقلب إشارتها فصارت عشرة أس سالب أربعة إذن هذا الناتج هو يبين لي إشلون حولت الخمسة بالمية تربيع إلى خمسة وعشرين في عشرة والسالب أربعة وأرجع أذكر أنه هذا غير مطلوب منك بالحل عزيز الطالب المطلوب هو هذا الحل لكن نحن نريد نوضح لك هاي العملية شون صارت هس فتساوي 81 في عشرة والسالب تسعة والعشرة والسالب أربعة اللي موجود هنا نرفعها الصير عشرة والأربعة هذا كله مقسوم على خمسة وعشرين الواحد وثمانين أقسمها على خمسة وعشرين فتساوي هاي الواحد وثمانين إذا ما عرفت شون تقسمها على خمسة وعشرين نستخدم القسمة الطويلة اللي اتعلمتها سابقا هاي واحد وثمانين على خمسة وعشرين نقسم الواحد وثمانين كم خمسة وعشرين بيها بيها ثلاثة ثلاثة فيه خمسة خمسة وعش واحد باليد ثلاثة فيه ثنيا ستة واحد سبعة هسا واحد وثمانين ناقص خمسة وسبعين راح يطلع بيها تقريبا ستة ستة كم 25 ما بيها فنخلي فارزة هنا وننزل صفر يم الستة صارت ستين الستين كم 25 بيها بيها ثنيا ثنيا فيه خمسة عشرة صفر واحد باليد ثنيا فيه ثنيا أربعة واحد خمسة إذن ستين ناطس خمسين بيها عشرة العشرة ما بيها 25 فنضيف لها صفر صارت مية مية كم 25 بيها أربعة أربعة فيه خمسة 20 0 2 باليد 4 2 8 2 10 100 100 10 والناتج النهائي اللي طلع عديه هو 3.2 4 10 والسالب 5 شلون صار سالب 5 هنا عدي الأسس مختلفة بالإشارة لذلك راح أخذ إشارة الأكبر والأكبر هو التسعة إشارة سالبة أخذ السالب والتسعة ناقص أربعة تساوي خمسة يعني أخذت إشارة الأكبر وطرحت طبعا هاي العملية أيضا غير مطلوبة منك بالامتحان عزيز الطالب هاي بس سويتها للتوضيح وحدات القوة اللي موجودة عدي هنا هي أن يوتن وهذا هو الناتج النهائي لإيجاد قوة التنافر بين هاتين الشحنتين بقعدنا السؤال الثالث عزيز الطالب السؤال الثالث السؤال الثالث أيضا صفحة ثلاثين شحنة كهربائية مقدارها موجب ثلاثة مايكرو كولوم وضعت وضعت عند نقطة في مجال كهربائي وكان مقدار المجال الكهربائي أربعة في عشرة والستة نيوتن على كولوم أحسب مقدار القوة القوة الكهربائية المؤثرة فيها عدنا شحنة كهربائية مقدارها موجب ثلاثة مايكرو كولوم إذن كيو هي موجب ثلاثة مايكرو كولوم وضعت هذه الشحنة عند نقطة بي في مجال كهربائي وكان مقدار هذا المجال الكهربائي المجال الكهربائي أربعة في عشرة والستة نيوتن على كولوم أحسب مقدار القوة الكهربائية F المؤثرة فيها هنا عندي F هي القوة الكهربائية المؤثرة مجهولة لذلك راح يكون حلها بالشكل التالي عندي شحنة وعندي مجال الكهربائي والمطلوب مني هو القوة القانون هو القوة هو القوة على الشحنة هو تطيني المجال الكهربائي نبدأ نطبق القانون وننزل المعطيات هذا القانون هذا القانون وحدة المجال الكهربائي هي نيوتن على كولوم نيوتن هي وحدة القوة وكولوم هي وحدة الشحنة لذلك صارت نيوتن على كولوم هي وحدة المجال الكهربائي خاف يعني تنسى القانون عزيز طالب تقدر تعوض من خلال الوحدات تقدر يعني تستنتج من خلال وحدات القياس فعندي المجال الكهربائي قيمته 4 في 10 وال6 تساوي F هي القوة المجهولة على Q Q هي 3 مايكرو كولوم لذلك يجب أن تحول ما تبقى بالمايكرو كولوم شلون أحولها هذه الـ 3 تبقى رح أضربها في 10 والسالب 6 كولوم فتحولت الشحنة عندي من مايكرو كولوم إلى كولوم فرح أنا زهبي القانون 3 في 10 والسالب 6 هسا أيضا رح يصير عدي عملية ضرب الطرفين في الوسطين إذن F تساوي 4 في 10 وال6 في 3 في 10 والسالب 6 إذن F تساوي 4 في 3 12 والعشرة والستة وهي العشرة والسالب 6 مثل ما ذكرنا بالسؤال السابق نقدر نختصرها لأنه قيمتها سوف تساوي 1 وبالتالي رح يبقى عدي 12 نيوتن هي قيمة القوة المؤثرة بين الشحنة والمجال الكهربائي عزيز الطالب شغلة بسيطة بس أوضح لك إياها حتى لا تنساها هي تحويل الوحدات الموجودة عدي بالمسائل الرياضية الوحدات اللي نحتاجها وحدة الشحنة هي الكولوم ووحدة القوة هي النيوتن ووحدة المسافة هي متر ووحدة المجال الكهربائي هو نيوتن على كولوم هاي تقريبا أكثر الأشياء اللي احتاجناها في هذا الفصل لكن مرات ينطيني الشحنات بوحدات الميلي كولوم أو المايكرو كولوم فحتى أحول هذه الشحنات إلى كولوم رح أمشي على الطريقة التالية الميلي كولوم مثلا إذا كانت عدي شحنة كهربائية نفترض قيمتها 2 ميلي كولوم فحتى أحولها هاي الاثنين تنزل والميلي هو قيمة 10 السالة 3 كولوم تحولت من ميلي كولوم إلى كولوم إشلون بضرب مقدار هذه الشحنة في قيمة الميلي أما بالنسبة إذا كانت لدينا شحنة فرضا مقدارها 4 ميكرو كولوم إشلون نحولها نحولها أيضا هذه الأربعة تبقى نضربها في قيمة الميكرو اللي هي 10 السالب 6 تحولت من ميكرو كولوم إلى كولوم وقد تجيك وحدات أخرى أيضا لنفترض عندي شحنة مقدارها 3 نانو كولوم أيضا نحول النانو كولوم إلى كولوم بضرب مقدار هذه الشحنة في قيمة النانو اللي هي 10 السالب 9 وقد تكون عدي وحدة أخرى أيضا هي البيكو كولوم نفترض لدينا شحنة مقدارها 3 بيكو كولوم هذه الـ 3 حتى البيكو كولوم حتى نحولها نضربها في قيمة البيكو اللي هي 10 السالب 12 كولوم هذا لتحويل الشحنات أما بالنسبة إلى المسافة R R إذا كانت بالسانتيمتر أو المليمتر فإذا كانت سانتيمتر نفترض هاي الـ R R قيمتها 1 سانتيمتر فنحولها إلى المتر بالتقسيم نقسم الواحد على 100 ويطلع الناتج 0.01 1 متر أو 1 في 10 السالب 2 متر يعني حولت هذه المية إلى أسس صارت 10 أسس 2 ورفعتها صارت 10 السالب 2 ونفس الحالة بالنسبة إلى المليمتر نفترض شحنة بوحدات المليمتر تحول عفوا مسافة بوحدات المليمتر تحول بالتقسيم على ألف رح يطلع عد الناتج 0.01 متر أو 1 في 10 السالب 3 متر هذا التحويل قد يفيدك لحل المسائل الرياضية عزيز الطالب الموجودة عدك في الكتاب أو الوزاري عزيز الطالب انتهى عدنا الفصل الأول حلينه كل الأسئلة والمسائل الخاصة والمتعلقة بهذا الفصل إن شاء الله نلتقيكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة